بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلنا بكم إلى نظرة ثالثة في حلول الأسئلة الوزارية الخاصة في إيجاد قيم الثوابت في أسئلة النهايات واخترنا لكم في هذا الجزء مجموعة قليلة من الأسئلة الوزارية ولكن فيها بعض الكلام المهم والمهم جدا والسؤال الأول جد معادلة المنحني F of X تساوي AX تكعيب ناقص BX تربيع زاء CX حيث أن النقطة سالب 1 أربعة نقطة انقلاب له وميل المماس عندها يساوي سالب 1 إذن أعزائي هنا السؤال فيه أكثر من فكرة واحدة الفكرة الأولى في هذا السؤال بأن 2 زائد 2 يساوي 3 ولا يساوي 4 السبب شنوه لأن النقطة سالب 1 أربعة هي نقطة انقلاب ونقطة تماث ولأنها نقطة انقلاب يعني معناها راح أقول صورة السالب 1 تساوي 4 وبعد وF double prime للسالب 1 يساوي 0 هاي لأنها انقلاب إذن راح أجي أستفيد منها مرتين ولأنها تماث أيضا أستفيد منها مرتين مرة تحقق معادلة منحني إذن تكررت ماكو داعي أكتبها مرة ثانية ومرة مساوات المشتقة الأولى بعد ما أعوض الأكسما نقطة التماس بمن؟ بميل المماس وهنا في هذا السؤال ناطيني الميل يساوي سالب 1 إذن معناها السالب 1 راح أعوضها ثلاث مرات أعوضها بالأصلية وساويها بالأربعة وأعوضها بالمشتقة الأولى وأساويها بالميل اللي هو سالب 1 وأعوضها بالمشتقة الثانية وأساويها بالصفر لأنها نقطة انقلاب إذن شا أحتاج في هذا السؤال؟ أحتاج معادلة أصلية مرة وأحتاج مشتقة أولى مرة أخرى وأحتاج مشتقة ثانية مرة ثالثة فمن أعيد كتابة المعادلة الأصلية ورح أقول الأفوف أكس تساوي شنوه؟ تساوي أكس تكعيب وبعد ناقص بي أكس تربيع زائد سي أكس ورح أجي أعوض أمكان الأف رح أعوض أربعة وأمكان الأكس رح أعوض سالب 1 إذن سالب 1 تكعيب سالب 1 في أي رح يصير عندي سالب أي سالب 1 تربيع 1 في سالب بي رح يصير عندي سالب بي وهنا رح يكون عندي سالب 1 في أكس إذن معناها رح يصير أربعة تساوي سالب أي ناقص بي ناقص سي إذن هذه معادلة رقم واحد وتم إيجاد المعادلة رقم واحد من الاستفادة من أفل السالب واحد تساوي أربعة زيان الأمر الثاني رح أجي أشتق المشتقة الأولى وحتى أجي أعوض من مكانها إذن المشتقة الأولى أف برايم للأكس من هو رح يصير 3 أي أكس تربيع ناقص 2 بي أكس زاء السي إذن مشتقة الأي أكس تكعيب 3 أي أكس تربيع ناقص 2 بي أكس زاء السي شلون رح أجي أنفذ الجزء الثاني من الخطة أف برايم للسالب واحد يساوي الميل الميل بي هذا السؤال عفوا بالصدفة هو ناطنيا سالب واحد بالصدفة ناطنيا سالب واحد هذا السؤال من إجابة الامتحان الوزاري في مناسبة أخرى لا قال الميل يساوي واحد إذن هنا بالصدفة في هذا السؤال الأكس هو سالب واحد والميل هو سالب واحد يعني مدائما الميل هو يساوي الأكس في كل الحالات بالصدفة إذن شرح أقول السهنة رح أقول سالب واحد يساوي ورح أعوض مكان الأكس سالب واحد إذن سالب واحد تربيع واحد في ثلاثة أي رح يصير عندي ثلاثة أي سالب اثنين بي في سالب واحد رح يصير عندي زائد اثنين بي وزائد سي إذن هذه معادلة رقم اثنين قبل ما أكمل حل السؤال وشلون أجي أستفيد من المعلومة رقم ثلاثة في هذا السؤال الوزاري كان واضع السؤال متساهل جدا مع الطلاب ومنقللهم قيمة الميل تساوي سالب واحد إذن هنا ربما منيجيني هذا السؤال في مناسبة أخرى يقولي النقطة سالب واحد أربعة هي نقطة تماث وانقلاب ويقولي هنا المنحني يمس المستقيم مثلا اكس زائد واي زائد فتح عدد يساوي صفر فإذا علم معادلة المستقيم ويقولي المستقيم يمس المنحني إذن الميل الآن رح استخرجه والميل رح يساوي رح يساوي سالب معامل اكس على معامل واي وأيضا هنا رح يطلع سالب واحد وعفوا نكمل حل السؤال بنفس الاسلوب إذن هذا التغيير المحتمل الأول التغيير المحتمل الثاني لا الميل ما يطيني معادلة مستقيم ولا يطيني ميل جاهز يقولي هذه النقطة سالب واحد أربعة هي نقطة انقلاب والمماس عندها والمماس عندها يصنع الزاوية مقدارها 135 درجة أو 3 باي على أربعة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات الملاحظة رقم 12 تقول إذا كان المماس يصنع الزاوية مقدارها ثيتا مع الاتجاه الموجب لمحور السينات فإن ميل المماس يساوي تان ثيتا يعني مباشرة إيش رح أقولي هنا رح أقولي الام يساوي تان ثلاثة باي على أربعة تان ثيتا تان 135 درجة وتذكرون في بدايات الفصل الأول من سؤالنا عن الصيغة القطبية ومورهنة ديموبر اتعلمنا شلون نحسب قيم النسب المثلثية لهذا النوع من الزاوية إذن الزاوية الأصلية زاوية الإسنادية باي على أربعة باي على أربعة تعادل 45 درجة 45 درجة فيه 335 درجة إيشارة التان بالربعة الثانية سالب إذن هذه التلاثة رح تلغي وتتركوا مكانها السالب يعني رح يصير عندي سالب تان باي على أربعة يعني تان باي على أربعة يساوي واحد إذن الجواب يساوي سالب واحد وارجعنا إلى نفس الفكرة إذن معناها الميل مر يطينيها جاهز ومر يطينيها مسلفا إذن كم نوع من السليفون عندنا ثلاث أنواع رئيسية أما يطيني معادلة مستقيم وأني أجي أحسب الميل أو يقول لي عندها المماس يوازي محور السينات أنا أقول للميل يساوي صفر أو يطيني زاوية ثيتة يصنعها المماس مع الاتجاه الموجب لمحور السينات إذن أنا رح أقول الميل يساوي تان ثيتة إذن كل الطرق تؤدي إلى الميل بحالاته الثلاثة نرجع إلى سؤالنا إذن معادلة رقم واحد تم استنتاجها من التعويض المباشر بالمعادلة والمعادلة رقم اثنيا تم استنتاجها من التعويض بالمشتقة الأولى وهناك معادلة أخرى ناتجة من التعويض في المشتقة الثانية إذن رح أترك مجال سطرين وأروح إلى المشتقة الثانية ستقول لي هاي السطرين شنو تركتها أقول لك لا تستعجل رح أروح للمشتقة الثانية أشتق المشتقة الثانية للدالة FW' للأكس شنو المشتقة الثانية رح يصير عندي 6AX ناقص 2B 6AX ناقص 2B رح أنفذ الجزء الثالث من الخطة المشتقة الثانية أساويها بالصفر وأعوض مكان الأكس سالب واحد أيضا إذن معناها رح يكون عندي صفر تساوي سالب 6A ناقص 2B أو وضعت مكان الأكس سالب واحد يعني معناها 2B تساوي شنو تساوي سالب 6A إذن معناها الB تساوي سالب 3A هذه معادلة رقم أربعة رح تقول لي وين طفرت لعدة 3 وين ها أقول لك هو هذا الفراغ تركته المعادلة الناتجة من المشتقة أفوا هنا المعادلة الناتجة من المشتقة الثانية فيها أي وبي فقط في حين المعادلة رقم واحد والمعادلة رقم اثنين فيها أي وبي وسي ما هو الحرف اللي موجود بواحد واثنين وما موجود بأربعة هو السي إذن شوف لي الصرفة تخلص من السي إشلون إذن هنا معادلة رقم واحد رح أجيبها جول معادلة رقم اثنين يعني رح أقول أربعة تساوي سالب A ناقص B ناقص T إذن أعيد كتابة المعادلة رقم واحد ورح أقول بالجمع إذن السي هنا من رح أقول بالجمع ليش أريد أحده في السي يعني رح يصير عندي ثلاثة تساوي اثنين A زائد B هذه معادلة رقم ثلاثة إذن صارت ثلاثة بيها مجهوليا والأربعة بيها مجهوليا إذن الأربعة رح أجي أعوض في ثلاثة رح أقول إن ثري ومكان البي أعوض سالب ثلاثة A إذن رح يصير ثلاثة تساوي اثنين A ناقص ثلاثة A إذن معناها السالب A تساوي ثلاثة إذن الأي تساوي شقد الأي تساوي سالب ثلاثة أعوضها بالمعادلة رقم أربعة إذن معناها البي تساوي تسعة صار عندي الأي معلومة والبي معلومة أعوض بأي معادلة تعجبني واحد أو اثنين حتى أستخرج قيمة C إذن مباشرة ممكن أقول إن وان يعني رح يصير أربعة تساوي سالب A معناها ثلاثة سالب B معناها ناقص تسعة وهذا ناقص T ثلاثة ناقص تسعة سالب ستة تعبر للطرف الآخر سالب C تساوي عشرة إذن معناها الس تساوي سالب عشرة ولكن ما رح تأخذ عشرة بالسؤال لأن ما مطلوب منك في هذا السؤال إيجاد قيم عبسي إذن مطلوب منك إيجاد قيم أو هنا إيجاد معادلة المنحني إذن الأي والبي والسي في المعادلة المستخرجة تعوض بمعادلة المنحني إذن إيجاد رح أقول السهنة مباشرة رح أقول الأفوف X تساوي الأي سالب ثلاثة معناها سالب ثلاثة X تكعيب البي تسعة معناها رح أصير ناقص تسعة X تربيع والسي سالب عشرة إذن سالب عشرة X إذن هذي إيجاد إذن هذه تمثل معادلة المنحني وانتهى حل هذا السؤال والطالب اللي رح يحل السؤال يفكر يحل السؤال قبل ما يستمع إلى الحل بدون هذا الترتيب رح يكون الحل ماتك ربما أطول من هذا إذن حاول تستفيد من الأفكار المطروحة للوصول إلى جواب نموذجي للسؤال السؤال اللي إجه في مناسبة أخرى بالوزاري كان الميد يساوي واحد ما رح أشرح السؤال إذن بنفس آلية الحل بنفس الترتيب تماما وأكيد النتائج رح تكون مختلفة ليش لأن الميل هو واحد وليس سالب واحد إذن السؤال الآخر وهو أيضا من الأسئلة المهمة جدا جدا ولعله واضع السؤال الوزاري قد خرج من الإسلوب الكلاسيكي في وضع الأسئلة الوزارية والإسلوب الكلاسيكي المتبع في الكتاب شنو هذا الاسلوب الكلاسيكي يطيني بالسؤال يقول لي مثلا إذا علمت أن الأفوف أكس تساوي أي أكس تكعيب زائد بي أكس تربيع زائد سي أكس يمس المستقيم مثلا ثلاث أكس ناقص وي يساوي ثمانية وعشرين عند النقطة الفلانية إذن هنا هذا الوضع الكلاسيكي المجهول وين موجود إذن إذا ناطيني بس الأكس مثلا لأكس تساوي واحد أعوضها بمعادلة المستقيم أستخرج الواي مالتها وأجي أكمل حل السؤال حسب المعطيات في هذا السؤال لا المجاهيل جعلها واضع السؤال الوزاري في معادلة المستقيم والمعادلة المنحنة خالية من المجاهيل زين شلون أجي أفكر في بداية الحل يقول لذول المنحنيين المنحني والمستقيم متماسان عند نقطة الانقلاب يعني وصلتني رسالة مستعجلة إذ قل لي روح استخرج نقطة الانقلاب وتعال نتفاهم زين نقطة الانقلاب شلون أستخرجها أشتق المشتق الأولى ره أعيد كتابة معادلة المنحني أفوف أكس تساوي أكس تكعيب ناقص ثلاثة أكس تربيع زائد أربعة زين أشتق المشتق الأولى رح أقول أف برايم للأكس تساوي ثلاثة أكس تربيع ناقص ستة أكس رح أشتق المشتق الثانية أف دبل برايم للأكس تساوي ستة أكس ناقص ستة أساويها بالصفر إذن ستة أكس ناقص ستة تساوي صفر يعني معناها ستة أكس تساوي ستة يعني معناها الأكس تساوي شغيت الأكس تساوي واحد أريد أتحقق من فعلا وجود نقطة انقلاب شأسوي هنا رح أجي أرسم خط الأعداد الأفقي وأجي أعوض بقيام أكس فقط إذن هنا هذا خط الأعداد ورح أجي أعوض قيمة أكس اللي هي واحد إذن هذه الأكس واحد أكس أكبر من واحد وأكس أصغر من واحد وهنا رح تكون إشارة ف دابل برايم للأكس من اختار عدد أكبر من الواحد مثلا اثنين أعوض بالمشتق الثاني رح يطلع لي جواب موجب إذن مقحر من اختار عدد أقل إذن الواحد رح عوض ها بالأصلية الناتج مؤكد هو نقطة الانقلاب إذن صورة الواحد شنو رح يصير واحد ناقص ثلاثة زائد أربعة خمسة ناقص ثلاثة تساوي ثنيا إذن صارت النقطة شنو إذن صارت النقطة واحد ثنيا شنو انقلاب إي انقلاب فقط لا مو فقط إذن هذه انقلاب وبعد انقلاب وتماس زين ليش لأنه يقول لي بالسؤال متماسان عند نقطة الانقلاب إذن هذه النقطة هي انقلاب وتماس معا انقلاب وتماس طيب نقطة الانقلاب تحقق معادلة منحني وتحقق مساواة المشتق الثانية بالصفر طيب من أريد عوض بمعادلة المنحني رح يطلع الاثنين ويساوي الاثنين وبعد خلاص ما عدي مشكلة من أريد أروح للمشتق الثانية أعوض المكان للأكس واحد رح يطلع للصفر ويساوي صفر ما سويت شي ولكن لأنها تماس إذا مس مستقيم منحني إذن هذه نقطة التماس تحقق معادلة منحني وتحقق معادلة المستقيم استخرج معادلة رقم واحد زين منو عندي هنا معادلة المستقيم معادلة المستقيم هي اثنين اكس زائد اي وي تساوي خمسة زائد ثلاثة بي رح عوض هيا إذن اثنين في واحد رح يكون عندي اثنين اي في اثنين رح يكون اثنين اي يساوي خمسة زائد ثلاثة بي اجعل المتغيرات بطرف والثوابت بطرف يعني معناها اثنين اي ناقص ثلاثة بي تساوي ثلاثة هذه معادلة رقم واحد زين امين جتي معادلة رقم واحد من تعويض نقطة التماس بمعادلة المماس لابد ان نقطة التماس تحقق معادلة المماس زين اذا مس مستقيم منحني تساوى ميلاهما يعني معناها اقصد ميل المماس للمنحني يساوي ميل المستقيم المماس الفكرة المهمة والمهمة جدا في هذا السؤال هنا وصلنا لها اذا عندي منحني وعندي هنا مستقيم يمس المنحني ميل المماس للمنحني شلون اجي استخرج عن طريق مشتقة المنحني ميل المستقيم للمماس شلون اجي استخرج عن طريق سالب معامل X على معامل Y والA والB اللي اكتب هنا هي منفس A والB ما سؤال Sالب لأ يقصد بها سالب معامل X والB معامل Y. زيان. أنا إذا أتحدث عن نفس الشيء. يعني معناها ذولة من الساوين. إذن ايش رح أسويه السام؟ المشتقة الأولى للمنحني موجودة عندي. إذن مي للمماس للمنحني مي للمماس للمنحني الأم. هذا شي يساوي. يساوي F' لل X مع نقطة التماسل اللي هو واحد. إذن وين المشتقة الأولى؟ هذه المشتقة الأولى. أعوض بها الأكس. رح يصير عندي 3 ناقص 6 ويساوي سالب 3. هذا الشي يمثل. إذن هذا يمثل مي للمماس المن؟ هذا يمثل مي للمماس للمنحني. زيان. مي للمستقيم المماس يساوي سالب معامل X على معامل Y. إذا كان X والY يقعان بالطرف نفسه. إذن فعلا في هذا السؤال الـ X والY يقعان بالطرف نفسه. إذن معناها الميل سالب معامل X اللي هو 2 على معامل Y اللي هو A. إذن هذا شو أقول عليها؟ إذن هذا رح أقول عليها ميل المستقيم المماس. زيان. آن إذا تحدث عن نفس الشي. ميل المماس للمنحني. يساوي ميل المستقيم المماس له. إذن معناها رح يصير عندي في هذا السؤال. سالب 2 على A يساوي سالب 3 طرفين يساوي وسطين يعني معناها سالب 3 أي تساوي سالب 2 يعني معناها الأي تساوي شنوه؟ سالب 2 على سالب 3 يعني 2 على 3 وين رح أعوضها؟ رح أعوضها بالمعادلة رقم 1 2 في 2 على 3 إيش رح يصير عندي؟ رح يصير 4 على 3 زيان. بعد و زائد سالب 3 بي أريد أستخرج قيمة بي يساوي 3 إذن تريد تضرب المعادلة كلها في 3 على موت تجنب توحيد المقامات بكيفك؟ يعني معناها رح يصير عندك 4 ناقص 9 بي تساوي 9 إذن رح يكون 9 بي تساوي سالب 5 أو سالب 9 بي تساوي 5 إذن معناها البي يساوي سالب 5 على 9 وانتهى حل هذا السؤال وهو من الأسئلة المهمة والمهمة جدا وممكن يكرر بالامتحان الوزاري السؤال الآخر وحكينا على هذا السؤال في الجزء الثاني وقلنا من أسئلة الـ 2008 وفي وقته 1400 دفتر فحصت لجنتنا فقط إحدى لجان الفحص كنت فيها وكان فقط ثلاثة مجاوبي في وقتها إذن هذا صعب السؤال؟ لا مو صعب مو صعب السؤال ولكن السؤال يخدع ليش هذا السؤال يخدع؟ لأن بالسؤال قال لي جد بؤرة القطع المكافئة من يقول لي جد بؤرة القطع المكافئة الطالب في وقتها من قرى السؤال هنا راح يسوي سيرش بدماغة عن المعلومات تتعلمها بالفصل الثاني بقى يبحث بقى يبحث بعدين طلعت له رسالة إرار يعني معناها كتب على السؤال ترك أو هنا تحول السؤال إلى لزق ما يأتي وتم حل السؤال بطريقة خاطئة إلا ثلاث طلاب لا كانوا من تبهين بأن السؤال ما لعلاقة بالفصل الثاني إلا فالشيء بسيط من الأخير لكن السؤال قطعا هو فصل الثالث إذا مس مستقيم منحني فإن ميل المماس للمنحني يساوي ميل المستقيم المماس له طيب إذن أنا عندي معادلة قطع مكافئ Y تربيع يساوي HX خلي أعتبر القطع المكافئ بهذه الصورة وعندي هذا مستقيم يمس القطع المكافئ زين إذن هنا ميل المستقيم يساوي ميل المماس المنحني زين ميل المستقيم يشلون أحصله سالب معامل X على معامل Y المنحني يشلون يحسب ميل المماس ماته عن طريق المشتقى الأولى الجميل في هذا السؤال نوع الاشتقاق ضمني إذن معناها أول شيء المستقيم سالب معامل X على معامل Y يعني معناها سالب 1 على سالب 1 يساوي 1 والقطع المكافئ تم اشتقاق ضمني إذن 2Y Y تساوي H إذن معناها Y تساوي H على 2Y إذا مس مستقيم منحني تساوي ميلهما ميل المماس المنحني يساوي ميل المستقيم المماس له عند نقطة التماس يعني هذا هو نفس هذا إذن H على 2Y يساوي 1 طرفين يساوي وسطين الH يساوي 2Y إذن الY يساوي H على 2 أكو ملاحظة ما أخذيها في السابق الأيام متى ما توقف السؤال بدلالة X وY اعتبر معادلة رقم 1 واعتبر السؤال الأصلي معادلة رقم 2 لكن في هذا السؤال لا بدلالة Y وH إذن السؤال يحل بأكثر من طريق 1 ليش أقدر أعوض بمعادلة المستقيم مكان Y يعوض H على 2 وأحول المتبقي إلى الطرف الآخر حتى أجعل X أيضا بدلالة H حتى صار Y بدلالة H والX بدلالة H اثنين هم أعوضهم بالقطع المكافئ أستخرج قيمة H إذن السويت السهنة أم كان Y أجعل اثنين عوضت بمعادلة المستقيم وذول اثنيناتهم نقلتهم إلى الطرف الآخر صار عندي Y بدلالة H والX بدلالة H كلاهما عوضتهم بمعادلة القطع المكافئ أم كان Y عوضت H على 2 صار H على 2 تربيع أم كان X عوضت H على 2 ناقص 2 H دغلت على القوس التربيع توزعت على H على 2 أضرب المعادلة في 4 هنا رح يصير H تربيع تساوي 2 H تربيع ناقص 8 H إذن معناها أصفر المعادلة الاعتيادي أستخرج H عامل مشترك أما H تساوي 0 تهمل أو H تساوي 8 تعتمد ليش الصفر هملتها لأن دايقولي معادلة قطع مكافئ وما ممكن القطع المكافئ Y تربيع يساوي 0 الجزء المتعلق بالفصل الثالث انتهى رح يتحول السؤال إلى فصل ثاني أعوض المكان H 8 صار عندي Y تربيع تساوي 8 X يعني تشبه Y تربيع تساوي 4 P X إذن مقارنة اعتيادية 4 P تساوي 8 إذن P تساوي 2 إذن بؤرة القطع المكافئ هي 2 0 إذن الغريبة عزائي في هذا السؤال بأن التلاث اللي قلت لكم عليهم حالين السؤال كل واحد حال بطريقة يعني واحد يسوي ها بدلالة H واحد يسوي ها بدلالة X الآخر يسوي بدلالة Y إذن كلها تؤدي إلى نفس الناتج أريدك أنت تحاول تحل السؤال بطرق أخرى في السؤال Y تساوي H على 2 معوضتها بالمستقيم وكلاهما عوضتها بالمنحني أنت تقدر لا Y تساوي H على 2 عوضها بمعادلة المنحني وكلاهما عوضهم بمعادلة المستقيم إذن هذا طريق ثاني الطريق الثالث أنا سويت بدلالة H لا أنت سويها بدلالة Y يعني معناها بقيها H يسوي 2 Y وتروح هنا تعوض مكان H 2 Y وصارت معادلة بدلالة Y وX وتعال هذه عوضها وتجي هنا تستخرج Y وبعدين X تستخرج نقطة التماس وبعدين تعوضها هنا حتى تستخرج قيمة H إذن أكثر من طريق لحل السؤال وكل الطرق تؤدي إلى المئة والسؤال الأخير ضمن سلسلة النظرة الشاملة في الأسئلة الوزارية الخاصة بالنهايات والبعض الأسئلة التي نرجح أن تكون وزاري في وقت من الأوقات تجد معادلة كثيرة حدود من الدرجة الثالثة ما هي كثيرة الحدود من الدرجة الثالثة إذن كثيرة الحدود إذا كانت من الدرجة الأولى فرح يكون اسمها F X تساوي A X زائد B إذن بها مجهوليا أي وبي إذا كانت من الدرجة الثانية فرح تكون F X تساوي A X تربيع زائد B X زائد C فإذا قل لك معادلة كثيرة حدود من الدرجة الثانية إذن هذه تعد ضمن أسئلة عبس ولكن إذا قل لك من الدرجة الثالثة شنو معادلة كثيرة حدود من الدرجة الثالثة يعني A F X تساوي A X تكعيب أعلى قوة فيها تكعيب زائد B X تربيع زائد C X Z D إذن هذه الأسئلة التي لم ترد في الوزاري سابقا ولم نجدها في الكتاب ولكن مو مستحيل ترد بالوزاري إذن هذه تكون ضمن أسئلة عبسي وعدنان إذن A B C D إذن بالأخريات من أجل الوصول إلى 6 معادلات أو أكثر لإيجاد قيم A B C D إذن هنا أعزائي في بادئ الأمر بأن أضع خطة لحل السؤال معادلة كثيرة الحجود من الدرجة الثالثة إذن سأقول عليها F X تساوي الصورة العامة مالتها A X تكعيب زائد B X تربية زائد C X زائد D زيان ده يقول لي علما أنها تمر بالنقطة واحد اثنين إذا مر أي منحني بنقطة فإنها تحقق معادلته ومعناها F للواحد يساوي اثنين F للواحد يساوي اثنين زيان فقط ما لعلاقة لا مشتقة اولا ولا مشتقة ثانية والدالة تمتلك نقطة انقلاب اثنين واحد إذن نقطة الانقلاب كم مرة استفيد منها مرتيا مرة تحقق معادلة المنحني ومرة أخرى تحقق مساوات المشتقة الثانية بالصفر زيان والمماث عندها معناها هذا يقول المماث له للمنحني يعني هذه النقطة هي هم نقطة انقلاب وهم نقطة تماث عند نقطة انقلاب يوازي محور السينات الملاحظة اللي ما أخذيها سابقا إذا كان المنحني أو المماث يوازي محور السينات فإن الميل يساوي صفر إذن سأستفيد من عدها سأقول F للثنين تساوي الميل لأنها نقطة تماث وعند هنا الميل يساوي صفر إذن للتنفيذ F للواحد يساوي اثنين وF للثنين يساوي واحد كلاهما يتعلق بالمشتقة بمعادلة المنحني F للثنين يساوي صفر يتعلق بالمشتقة الأولى F للثنين يساوي صفر يتعلق بالمشتقة الثانية لهالسبب يعني رح يصير عندي ما يلي بأن أعوض أروح للمعادلة الأصلية مرة أكتب اثنين يساوي وعوض مكان كل X واحد ومرة لا أكتب واحد يساوي وعوض مكان كل X اثنين إذن من أقول اثنين يساوي رح أعوض مكان الأكس واحد إذن رح يصير A زائد B زائد C زائد D هذه معادلة رقم واحد ومين أقول واحد يساوي رح أعوض مكان كل X اثنين يعني رح يصير عندي ثمانية A زائد أربعة B زائد اثنين C زائد D هذه معادلة رقم اثنين زين هذه مين جبتها جبتها من التعويض المباشر هسا رح أروح أشتق المشتقة الأولى شنو المشتقة الأولى رح أقول هنا F برايم لل X المشتقة الأولى 3 A X تربيع زائد اثنين B X زائد C زين F برايم للثنيين يساوي الميل الميل هو صفر إذن رح أقول هنا رح أقول صفر يساوي رح أعوض مكان X الثنيين يعني معناها رح يصير 12 A زائد أربعة B زائد C إذن هذه رح نقول عليها معادلة رقم ثلاثة بعد مساواة المشتقة الثانية بالصفر إذن رح أروح أشتق المشتقة الثانية F دابل برايم للX شنو المشتقة الثانية رح يصير 6 A X بعد زائد 2 B زين مساواة المشتقة الثانية بالصفر يعني معناها الصفر تساوي أعوض مكان X 2 يعني رح يصير 12 A زائد 2 B يعني معناها رح يكون B تساوي سالب 6 A هذه معادلة رقم 4 إذن عندي معلومات بالسؤال اتوصلني إلى أربع معادلات إسه رح تقول لي هذه الفراغات شنو تركتها أقول لك شنو اللي موجود بواحد واثنيا وما موجود بثلاثة تقول لي D أقول لك شوف لك صرف B واحد واثنيا جمع طارح تخلص من D حتى تصير معادلة بدلالة A والB والC سميها معادلة رقم خمسة تحلها مع المعادلة رقم ثلاثة إذن إيش رح أقول لسه هنا الواحد والثنيا إذن هذا مباشرة رح أقول عليه بالطرح رح أقولي هنا بالطرح هذا موجب رح أصير سالب هذا موجب رح أصير سالب 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 إذن D ناقص D صفر إيش رح يبقى عندي يبقى واحد يساوي سالب سبعة أي ناقص ثلاثة B ناقص C هذه معادلة رقم خمسة هاي المعادلة رقم خمسة رح أنزلها جوه رقم ثلاثة يعني واحد يساوي سالب سبعة أي ناقص ثلاثة B ناقص C إذن هذه معادلة رقم خمسة من نزلتي هنا رح أقول بالجمع إذن هذه رح تكون بالجمع إيش رح أحصل رح أحصل على معادلة بدلالة أيو ب إذن واحد يساوي خمسة أي زائد بهذه معادلة رقم ستة زين ترقيم المعادلات إليك يعني إذا بعض الطلاب يعجب يقول هذه سأسميها ثلاثة هاي سأسميها أربعة هاي سأسميها خمسة سأسميها ستة كيف ترقيم المعادلات إليك زين رقم أربعة وين رح أعوضها رقم أربعة رح أعوضها في ستة إذن رح يصير عندي واحد يساوي خمسة أي ناقص ستة أي إذن سالب أي تساوي واحد إذن معناها الأي تساوي سالب واحد إذن قيمة الأي هذه وين تعوض تعوض بالمعادلة رقم أربعة يعني معناها البي تساوي ستة الزين الأي والبي وين رح أعوضها أعوضها لو ثلاثة لو خمسة إذن رح أعوضها في ثلاثة مش رح يصير عندي هسة صفر يساوي سالب اطنعاش زائد أربعة وعشرين أربعة في ستة زائد س إذن معناها الس تساوي سالب اطنعاش زين لحد الآن استخرجنا عب س زين الأي والبي والس رح أعوضها لو واحد لو اثنين أقول هنا في واحد يعني معناها رح يصير اثنين يساوي أي معناها سالب واحد ب معناها زائد س معناها ناقص اطنعاش زائد إذن خمسة ناقص اطنعاش رح يصير عندي سالب سبعة أحولها للطرف الآخر سبعة واثنيا إذن تسعة إذن معناها الدي تساوي تسعة زين هو دا يريد منك معادلة المنحني معادلة كثيرة الحدود إذن رح أقول الأفوف اكس تساوي الأي طلع عندي سالب واحد معناها سالب أكس تكعيب زين البي طلع عندي ستة معناها زائد ستة أكس تربيع الس طلع سالب اطنعاش إذن هذا سالب اطنعاش أكس وإن وإن دا طلع عندي يساوي تسعة حتى أتحقق من صحة الحل إذن هذا التحقق مواجب عليك ولكن للإطمئنان أجي أعوض وحدة من النقطين إذا طلع طرف أيمن يساوي طرف أيسر معناها الحل المات صحيح فإذا أقول أفل الواحد يساوي اثنيا يعني هل أن اثنيا تساوي عوض مكان الأكس واحد سالب واحد زائد ستة ناقص اطنعاش زائد تسعة هل أن اثنيا تساوي ستة ناقص واحد إذن هذا رح يصير عندي رح يكون عندي خمسة وسالب زائد ثلاث هذا رح يكون سالب ثلاث أو أجمع الموجبات واحد والسالب واحد تسعة زائد ستة خمسطعش سالب اطنعاش وسالب واحد سالب ثلاث اثنين إذن صار عندي اثنين يساوي اثنين إذن معناها الحل مات صحيح تم إيجاد قيم اي بي سي دي إذن بهذا القدر أعزائي نكون قد أنهينا هذه السلسلة من حلول الأسئلة الوزارية وبعض الأسئلة المهمة الخاصة بالنهايات وتضاف إلى سلسلة الدروس الخاصة التي تم إعطاها في القروبات الحضورية والإلكترونية لأجل أن تكون المعلومات متكاملة وشكرا لحسن أصغائكم وإلى لقاء متجدد آخر أستودعكم بأمان الله وحفظه